على المجموعة الرابعة النهاردة إن شاء الله النهاردة ناخد المجموعة الرابعة المجموعة النهاردة بتضم فرنسا، دنمارك، أستراليا وطبعا المنتخب الشقيق المنتخب التونسي ندخل سريعنا كابتنا على المنتخب الفرنسي اللي هو طبعا واحد من الشعور بقى من أقوى منتخبات المجموعة ده واحد من أقوى منتخبات العالم ويمكن نكون من المرشح الأول أو الثاني مع المنتخب برازيلي كأبرز المرشحين للفوز بالبطولة بشكل عام منتخب فرنسا يمكن كان ليه 15 مشاركة سابقة كابتن متحط قبل كده في كاس العالم وأبرز إنجاز الحصول على الكاس مرتين أخيرهم طبعاً 2018 لو نستعرض للمدرب دي 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 شومب المدير الفاني منتخب الفرنسي واللي تم تعيينه في 2012 مدرب كبير جداً يا كابتن متحط 10 سنين مع منتخب فرنسا وقدر إنه هو طبعاً دي بعد بصاً كابتن بيدي التعليمات حتى أثناء الإحماء داخل الغرف مش سايب حتى اللعيبة يعني مدرب كبير زي ما بقول أبرز إنجازاته كان التتويق بكاس عالم الماضية 2018 في روسيا وعلى فكرة كابتن هو ثالث شخص في تاريخ كاس العالم كلها يحصل على كاس عالم كلاعب ومدرب بعد ماريو زجالو البرازيلي وبكيمبار الألماني بالزبط كده لو نستعرض مشوار المنتخب الفرنسي في التصفيات ووصول الكاس العالم هل لان الفريق الحقيقي قدر إنه هو يتصدر المجموعة الرابعة ويصل مباشرة للمونديال بعد ما حصل على 18 نقطة في مجموعة يمكن ضمت أوكرانيا والبوسنا وفنلندا وكذا خستان الفريق يمكن سجل 18 هدف وعليه 3 أهداف وكان هدف الفريق في التصفيات هو أنتوان جريزمان لعب أتليتكو مدريد مش بنزيمة لا لا ولا مبابي يمكن كان زي ما بقول جريزمان أبرز اللعيبة وطبعاً مما يكي الكلم عن متخب فرنسا كابتن هو الأبرز اللعيبة ده متخب كله مدجج بالنجوم يعني في كل مركز 2 و 3 لعيبة لكن طبعاً لازم نقف هنا عند بنزيمة اللي حاصل على الكرة الدهبية طبعاً أبرز لعب في المنتخب الفرنسي منتشي طبعاً في أفضل أحوال وفي أفضل فتراته كمان عايزي عوض غيابه عن كاس عالم 2018 كابتن واللي بسبب برأته الحقيقة بسبب استبعاده القضية ما كانش لي زنب فيها كوندي وده مدافع برشونا قوي جداً في قلب الدفاع وطبعاً اللعب اللي دايماً بنصير للجدل وأخباره دايماً في الإعلام كيليا مبابيو قيمته السوقيها الأعلى في العالم 160 مليون يورو لو نشوف بعد كده كابتن الصورة دي دي صورة برضو يعني طبعاً لو نبص كده كابتن دي أصول كل لعب في المنتخب الفرنسي يمكن لو تبص كابتن الحقيقة ما قدر شعورنا دول مجنسين لأن كلهم اتولدوا في فرنسا ولكن أصولهم كلهم بلا استثناء التشكيل كله بالكامل ولا واحد أصوله فعلاً من فرنسا كله يعني من أفريقيا باستثناء يمكن واحد من أسبانيا واحد من البرتغال لو أنتوان جريزمان فدي حقيقة يعني من الحاجات الطريفة نشوف بعد كده التشكيل الأقرب اللي بيعتمد عليه دي شومب والخطة هو يمكن بيعتمد على خطة 3, 4, 1, 2 التشكيل الأقرب لأنه يبدأ به أول مباراة لوريس في حاس المرمى سليبة كوندي أوبا ميكانو يمكن فرن فيه كلام عنه هو ممكن يلحق البطولة لا لا لأنه أصيب آخر مباراة أمام تشيلسي في مباراة تشيلسي ومانشلسا يونيتد في نص المرعب بيغيب اتنين مهمين جدا كابتن كانتي وبوكبا لكن بيعوضهم الحقيقة اتنين برضو مميزين كما فينجا وتشواميني فيه كمان مندي وبفارد وأمامهم جريزمان بنزيمة ومبابي وما يتكلم يا كابتن عن النحية الهجومية لمنتخب فرنسا حالانه فيه 3 عناصر أساسية لديدي شومب رقم واحد أنتوان جريزمان أنتوان جريزمان يا كابتن لو تاخد بالك على عكس ما كان مع برشونا أو أتليتكو هنا بيلعب صنع ألعاب لو نشوف بعد كده في الصور هنلاقي أن رقم واحد أنتوان جريزمان هنا هو المحرك الأساسي لهجوم منتخب فرنسا هنا هو اللي بيصنع الهدف هنا لجيرو هو اللي بيكسر الخطوط دايما بالسروق باصيس بتاعته وتحركاته تشوف كرة تانية وحالة تانية برضو هنلاقي دايما هنا جريزمان هو اللي عليه الدائرة حمرة مع تحرك مبابي على طول هنا سروق خليه هو وحارس المرمى حالة تانية بص هنا زي يا كابتن بتحركات جريزمان بيقدر أنه يكسر الخطوط ده أمام جنوب أفريقيا مباراة والدية هنا كسر الخطوط بمهارة عدة من المدافع والرؤية يا كابتن هلعب الكرة بالعرض يمكن اللي مش ظهر هنا في الكادرة هو ظهر مبابي هيحطها في المرمى فده السلاح الأول اللي بعتمد عليه دي شومب السلاح الثاني العرضيات كابتن لأنه مميز عنده جدا جيرو في ضربات الرأس زي ما شايفين هنا هيسجل من كرة رأسية مميز عنده جدا بنزيمة في حتة دي كرة تانية كمان ممكن نشوف حالة تانية حتى هنا مبابي برضو دي كرة عرضية مبابي حتى كمان نسجل منها بكرة رأسية السلاح الثالث اللي بعتمد عليه دي شومب هو المرتدات خاصة عن طريق مبابي زي ما احنا شايفين اللعب اللي عنده القدرة يمكن الأسرع في العالم تقريبا زي ما احنا بنشوف هنا لوحده اعتمد على نفسه سرعة رهيبة جدا عند مفابي ومهارة قدر ان هو يوصل للمرمة ويهدد مرمة الخصوة